أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي قطعت على نفسها عهدا بالمضي قدما لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والتحول إلى الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم شهدها مدبولي بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهايدروجين الأخضر ولفت مدبولي إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهايدروجين الأخضر في مصر وأن هناك فرصا واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات لسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة